السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله في حلقة يديدة من قناة أسرار المونتاج بعد انقطاع ثلاثة الشهر وإن شاء الله راجعين رجعة قوية بإذن الله تعالى المهم اليوم راح نتكلم عن إضافة مجانية ورهيبة لبرنامج أدوبي برمير وكذلك اللي بنزلها على برنامج الأفتر أثيكت أيضا راح تكون متوفرة فيه شنو هذه الإضافات؟ تابعوني في المقطع طبعا الإضافات اللي بنزلها اليوم مجانية بالكامل مثل ما قلت في بداية المقطع وراح ننزلها من موقع اسمه Mr. Horse ومجانية بالكامل فيها مؤثرات صوتية فيها انتقالات احترافية فيها التكست بوكس اللي تكتب داخل الاسم والاشتراك في القناة والمواقع التواصل الاجتماعي طبعا هي متوفرة للبرمير والأفتر أفكت طبعا راح تضغط هني learn more and download طبعا راح يكون الرابط في description طبعا التأثيرات اللي بتكون موجودة في هذه الإضافة راح نطبقها في المقطع كامل راح تشوفون يمين يسار وفوقه تحت كل شيء متغير فراح تضغطون learn more and download وراح يكون الرابط في description download for windows وإذا عندك ماك راح تضغط download for mac بمجرد ما أنك تضغط download for windows راح يبدأ التنزيل وما عليك من هذه الشيء ثم راح تدخل على الملفات وراح تضغط ضغطتين على الملف ويطلع لك yes or no راح تضغط yes ثم تضغط install ثم تضغط finish ثم بعد ذلك بيفتح لك برنامج وراح تختار من فوق البرمير برو ويتب بيها حق الafter effect تضغط الafter effect وراح تضغط update على الأول وابديت على الثاني وبعد ما يخلص التنزيل راح تضغط close وراح تنضاف تلقائيا على البرمير برو والحين راح ندخل على البرمير برو وراح نشوفها ونطبق عليها هذي الحين المشروع اللي فتحناه طبعا هذي الحلقة السابقة اللي ما شافة حلقة الفوتوشوب رقم 14 وراح تكون الحلقة موجودة هني المهم وراح نلقاه الاضافة راح تلقاه هني windows extensions الاضافات يعني برمير كومبوجر هذي اسم الاضافة نفس الشي في الafter effect هذي هي الاضافة الحين راح تدخل عند starter back وعندك الحين text box تضغط عليه تقدر تشوفه اذا تضغط عليه راح تقدر تشوفه طبعا شلون الحين تدرجها على المقطع اما انك تضغط عليها ضغطتين او تضغط عليها ضغطة واحدة وتسوي add مثلا الحين هذي في text box راح اختار هذي النوع راح اضغط عليه ضغطتين وراح يندرج تلقائيا في المقطع الحين تب يتعدل عليه شون تعدل عليه راح تضغط عليه ضغطتين وراح يوديك لقائمة graphics طبعا تروح على edit والحين تقدر تغير الاسم وتغير وتغير الخط وتغير مكانة تب يمين فوق تحت يمين يسار طبعا نفس المشكلة العامة اللي هي الكتابة باللغة العربية فراح تروحون الموقع اللي تكلمت عنه اكثر من مرة اللي هو arabickeyboard.org فهطى لكم في description لازم يكون الكلام في البرمير مقلوب ما يقبل الا انه يكون الكلام العربي مقلوب فهذه يقلوب لك النص مثلا هذي اسميه الحين global انه هذي اللي يقبله البرمير راح تسوي ctrl c وراح تروح على البرمير ctrl v الحين ندرج c راح تقدر تغير scale والاعدادات الثانية اللي تقدر تجربها من الشفافية وغيره الاحين راح نشوه الفيديو طبعا احنا حطيتها في النص بشكل خايص يعني بس حق حق الشرح يعني مهم ايضا عندنا الانتقالات الاحترافية في انتقالة منهم صار لسنين قاعد ادور عليها ولقيتها هنا وبشكل مجاني بعد الحمدلله راح تروح مرة ثانية starter back وراح تروح transitions وراح تختار اللي تابيه من الزوم من الفيد اوت الفيد ان وغيره مثلا الجلتش مثلا جربه الجلتش راح تضغط عليه ضغطتين طبعا الى تابيه مع الصوت راح تضغط add sound يخليه فيه track bro حالصوت ما يكون من damage في نفس التراك فيمديك اذا فيه موسيقى او شي تبيه تشيله يمديك تشيله راح نضغط عليه ضغطتين الحين راح ندرجه فيه في المشروع الحين دخل معنا في المشروع هذه هو التأثير طيب الحين عنا ايضا مثل ما قلت لكم ايضا عنا شاوايد منها حق السوشال ميديا البوكس هذي اللي يكون فيه اشتراك يكون فيه تابعوني على الستجرام وغيره لكل تطبيق فولدر فيسبوك انستجرام تويتش يوتيوب وتشوفونا الحين هالي الاشتراك ويمديك تتغير فيها ايضا تغير لون السبسكرايب الاحمر ازرق وتغير الاسم وتغير كل شي اللي رايحك ايضا عنا الساوند افكت نفس الشي يعني تضغط اي ضغطتين او تضغط اد مثل ما قلت لكم راح يكون الصوت في تراك بروحه هالي تراك الصوت يمديك تعدل عليه بللي تب يترفع تنزل اي شي او يمديك كذلك تشيله تضغط عليه ودليت راح يكون التأثير بدون صوت طبعا هالاضافة فيها ست اشياء التكست بوكس اللي هي مربع نص والتكست برست اللي هو طريقة ظهور النص والترانزيشن اللي هي الانتقالات والسوشال ميديا هذي اللي فيها الفولو والاشتراك وغيره وكذلك الشيب المنتز هذي اللي ما شرحته في المقطع شمي يعني الشيب المنتز الاشكال التوضيحية مثل السهم والدائرة في ترضيفها على المقطع كذلك الساوند اللي هي المؤثرات الصوتية وشرحتها في المقطع ومن هني ايضا تقدر تغير شكل القائمة هذي من هني وحجم الازوار نزيل الحين راح تقدر تضيفها هذي الاضافة كبانل مستقل عن قائمة ويندو احسن ما تروح لقائمة ويندو والاضافات وبريمار كومبوجا راح تسحبها كأنها بانل عادي وراح تدخلها هني او هني او اي مكان ثاني يعجبك وبس والله هذي كانت حلقنا اليوم اتمنى عجبتكم وراح اطلقكم كل الروابط في الدسكريبشن وهذي حسابي على استقرام تابعونا على استقرام اذا عندكم استفسارات او اي شي تواصلوا معي على الخاص في استقرام او اكتب لي تعليق في الكومنت شكرا لكم على المشاهدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته